بعد الكلام والأقويل اللي خرجت خلال الفترة السابقة عن طلب الكابتن حسام البدري رحيل بعد اللاعبين عن صفوف النادي الأهلي وخصوصاً نحن خلاص داخلين على فترة الانتقلات الشتوية شهر يناقش طبعاً الكلام ده غير منطقي وكلمة رحيل دي أن أنا أطلب رحيل مش موجودة في النادي الأهلي لأن أنت ما ينفعش تيجي تقول رحيل لاعب أو كده حتى الالتزامات اللي عندك والهيكل اللي عندك إذا كان هناك بعض المتغيرات اللي بتحصل في كرة القدم وبالذات في فرقة كبيرة طبيعي جداً في بداية الموسم بيحصل تغيير مع فترة الانتقلات اللي هي في يناير بيحصل تغيير وده منطقي جداً وده تستوجب عليك أنت والمسؤولين في النادي الأهلي مجلس الإدارة اللي هو طبعاً بينوب عن مجلس الإدارة لجنة الكرة اللي هي موجودة برئاسة الرئيس النادي طبعاً كابتن محمود الخطيب لابد أن فترة الانتقلات لابد أن أنت تشوف التزاماتك المستقبلية ارتباطاتك المستقبلية فبالتالي بيبقى في بعض الأفكار عندنا وبعض المتطلبات اللي موجودة عندنا الخاصة سواء باستبدال بعض اللعيبة أو استخدام بعض اللعيبة أو حتى إعطاء فرص لبعض اللعيبة اللي موجودة عندنا إذا كنت بتشوف أن الفرص بالنسبة لهم هتبقى بسيطة جداً ممكن بتبقى إعارة زي ما احنا عامل إعارة مثلاً للعب ناصر فاهمي بتاع سموحة وناصر مهر آسف وناصر مهر آسف طبعاً وتحسن يعني الإعارة دي فديته بشكل كبير جداً وشان كده كمان بنفكر إن شاء الله إن الموسم إن ناصر يرجع تاني نتيجة استفادت وإن إحنا عارناه لعب بشكل مستمر عكساً ما يكون موجود في النادي الأهلي ما كانت حتبقى حتى مشاركته بسيطة جداً ما كانش حصل التطور اللي حصل في مستوى ناصر فأنا بدي أمثل على كده فأنت بيستلزم التوقعات اللي بقول لانتقالات الشتوية أو مع بداية موسم إن انت بتناشي الكلام دوت لكن حتة رحيل دي أنا ما طلعتش إن أي لعب في النادي الأهلي يرحل يقول على لعيبة وأسمعها كبيرة جداً إن أنا طلبت إن فلان يرحل لا الكلام ده مش مظبوط لكن أنا دائماً بوضح بقول إن المشاركة الفنية والمشاركة بتبقى حق أصيل للموديل الفني وفي نفس الوقت مرتبطة بأشياء كتير جداً وهو دوت المعيار الموجود عندنا والناس عارفة كلها لكن للبعض بيحاول يستثمر طبعاً الوقت دوت على أساس يعمل يعني إصارة ويعمل في نفس الوقت يبقى في حاجات فيها قلاق آه بالنسبة لأ بالنسبة للنادي الأهلي إن إحنا على طول أنت عارف هدفنا إن إحنا نبقى مستقرين وده إسلوبنا سواء على مستوى الإدارة عندنا الإدارة في الكورة أو الجهاز الفني أو حتى عن طريق مجلس الإدارة كل هدفنا بيبقى الاستقرار والبعد في وجهات النظر والممطقية في وجهات النظر ما طلبتش إن أي لعب وأنا بأكده ما طلبتش إن أي لعب يرحل على جميع المستوىات وجميع الأسماء لكن البعض بيحاول يستثمر الكلام دوت وكلام ده مش مظبوط يعني إذن يعني ده طبعاً تأكيد من كابتن حسام البدري إنه هو ما طلبش إن أي لعب يرحل عن صفوف النادي الأهلي لكن بمناسبة المشاركات يا كابتن حسام البدري يمكن البعض بيتكلم خلال الفترة رفاتت أيضاً عن مشاركة بعض اللعبين غياب بعض اللعبين عن المشاركة دي أيضاً دي أيضاً جزئية بيتكلم فيها البعض سواء جمهور النادي الأهلي أو بعض الأعلام رؤية حضرتك للجزئية إيه ورد حضرتك على الجزئية دي هو طبعاً أنت سؤالك سؤال طبعاً جاي جداً وبخصوص المشاركة البعض بيقول إن فيه لعبة كتير جداً ما بتشاركش وإذا عملت إحصائية لعدد اللعبين اللي شاركوا من بداية الموسم من غير دلوقتي حتجد إن تجاوزوا الـ 32 لعب تقريباً فكم كبير جداً تقريباً يمكن أنا القايمة بتاعتي طبعاً 30 لعب بس بالإضافة لبعض اللعبين اللي هم تحت السن فما يشارك عندك 32 لعب ده أكبر دليل إن فيه كم كبير جداً أسف من المشاركة لأن ناس كتير شاركت لكن الناس بتستشعر إن ما فيش مشاركة لبعض اللعبين لإن خلي بالك سبات التشكيل مهم جداً لكن مع ذلك إن تكمل كبير ده شارك فبالتالي يمكن بتستشعر إن فيه إسابات في التشكيل برغم إن بيحصل تغيرات بيحصل روتيشن لكن طبعاً مش بشكل كبير جداً على أساس ما حصلتش تأثير على الانسجام اللي موجود في الفريق في حسابات أكيد يا كابتر حساب بالنسبة لك في موضوع المشاركة يعني الناس يمكن بتطلب بعض اللعبين يشاركوا يشاركوا لك الحركة بيبقى لك أكيد حسابات وحسب الرؤية الفنية وجهزية بعض اللعبين المشاركة ده كلام صحيح؟ كلام مضبوط طبعاً كلامك منطقة وكلام مضبوط لأن المشاركة مش بتبقى لمجرد المشاركة لمجرد إن أنا عاوز أشرك عدد أو لمجرد إن أنا عاوز أشرك لاعب ما بيشاركش لا لها ليها معايير أولاً لابد يبقى فيه معايير وهي الجهزية الجاهزية البدنية والفنية والانسجام المؤشرات اللي انت بتديها في التمرين جاهزيتك المنافسة تمام المحافظة على وتطويل مستواك ده مهم جدا لان زي ما انا بقول يعني بتجد في بعض المراكز بيبقى موجود اكتر من لعب بيحصل منافسة مش مجرد ان اللعب بيلعب يعني مطشي مش كويس بغير اقول لا بيبقى فيه فرصة شوية لكن اكيد لو حصل ان ما فيش اقتناع او ما فيش اداء بالشكل المطلوب لا بيتم المنافسة وبينشارك لعبه اخرى ويبقى فيه منافسة بينهم وبين بعض وفي نفس الوقت هناك بعض الحالات اللي هي بتشارك بشكل مستمر لكن لابد زي عبدالله السعيد يعني عبدالله السعيد بيشارك بشكل مستمر حنريحه الفترة الجاية طبعا برضو الاسباب لا اسباب لا اسباب خاصة بعبدالله السعيد لابد يبقى فيه ريكاوري في الوقت دوت العبدالله السعيد يعني غالبا ممكن مطش الناصر مش هيبقى موجود فكلها ليها معايير وبنحسبها بمعايير وكلها المصرحة الفرية السؤال الاخير فيما يخص اللعبين بس المرة دي مش هتكلم عن لايب النادي الاهلي هتكلم عن فترة انتقالات الشتوية شهر يناير خلاص كمان ثلاث يام بالتحديد كابتن حسام البدري اكيد بتفكر في تدعيم صفوف النادي الاهلي بتفكر بالتحديد في خط الدفاع النادي الاهلي هل حسمت موقفك في التعاقد مع بعض اللعبين هل في طلب وجه من كابتن حسام البدري سواء لجنة كورة لإدارة النادي الاهلي في اتجاه التعاقد مع بعض اللعبين زي ما احنا عارفين يمكن يعني بعد تشكيل لجنة الكورة ويمكن في خلال فترة بسيطة جدا بعد ما كابتن محمود الخطيب شكل لجنة الكورة يمكن اجتمعنا المكوناة من كابتن علي عبدالصادق وكابتن عزيز عبدالشافي كابتن زيزو اجتمعنا مرتين في فترة زمنية وليلة جدا وكل تركيزنا عن المرحلة اللي جاية مناشية احوال الفريق والتدعيم اللي محتاجه الفريق الاعراض اللي احنا ممكن نعملها تبقى فيها ايجابية على الفريق زي مرتلك يعني مثل حالة ناصر ماهر فكل الكلام دوت اتناقش لكن مفيش حاجة تحسمت لكن اضطرحت اسماء اضطرحت افكار كلها بتكلفات من لجنة الكورة بيشتغلوا فيها وان شاء الله نوفق لكن طبعا يعني مش حاضر اديك اي بيانات يعني سؤالي بتحديد كان على خط الدفاع طبعا اكيد عندنا لعبين كبار جدا في خط الدفاع كان بتكلم عن ناقص العدد في هذا الخط فاعتقد كبت حسام البذر محتاج حد في خط الدفاع مش ناقص عدد لكن هو عندنا عندنا يعني كان في باد لك شوية في الفترة اللي فاتت وانكن حدش بيشيد برضو بالكلام دوت بالرغم ان احنا عندنا غيابات كبيرة جدا 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 يعني شوفنا رحيل حجازي غياب رامي غياب سعد اما تكلم غياب نجيب اصابته ومحدش تكلم عن الموضوع ده ومع ذلك تستشعر دي فيه ثبات في الاداء وفي نفس الوقت ان مفيش مشكلة لكن كسبنا عنصر جديد والحمد الله بحمد ربنا ان يعني انا كنت لها وجهة نظر في ايمن اشرف ان هو يلعب في المكان دوت وكنت مصير ان انا وكي من البعض قال انت عندك تلاتة في مركز الظاهير الايصر حجيب لا قلت لا انا جايب ايمن اشرف عشان يلعب في المركز ده ونشوف ان هو مكسب كبير جدا لينا الحمد الله فاكيد بنقش محمد هاني كابتال حسان برضو ده مكسب في الحتة دي ممكن قدم محمد هاني لان محمد هاني انا برضو كنت تحسبا للغيابات فيه ده تغربات كتيرة جدا بمرانه في الحتة دي وبيبقى فيه تعليمات ليه في الحتة دي وشوفنا المباراة اللي فات قده بشكل موايز جدا فان شاء الله بإذن الله كل الامور اتناشت بحس ان شاء الله بإذن الله ببقاش فيه اي ضرب لنا في اي مركز في الفترة الجاية ان شاء الله نتكلم في ما يخبر